سوف نقوم بعمل مشروب الكاكاو الساقع سوف نقوم بعمل ساقع عبارة عن مشروب الكاكاو لبن تلجي كاكاو سو الشوكولاتة كريم شانتي أسهل وصفة في التاريخ نقوم بعمل هنا كده حاجتنا شكرا 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 ونجيب الكاسات بتاعتنا اللي هنقدم فيها بصوا هنا بقيت عاملة ازاي لسا كمان هلو نشوفها بصوا لسا اهي بتستوي معنى ان انا احط كده معنى ان لسا ما ثابتش بها هي لسا بتستوي خلاص اعمل ايه بقى اول حاجة اول حاجة اروح جايبة هنا الكاسات بتاعت اللي هقدم فيها خلاص اجيبلكو ده كده علشان انتوا تصوروه واروح حتى هنا شوكولاتة سو الشوكولاتة كتير عايزة اشعل الموهيد برضو نقفلو علشان ايه اهو اهو شايفين احط سو الشوكولاتة حلوين خلاص وبعدين اروح جايبة عندي هنا خلاص اروح حتى فيه تلج اجيب حاجة بس انزل بها خلاص اهي تلج تلج بس مشي تلج بس خلاص وحط بقى الكاكاو اللي عندي خلاص والبن شو احنا دائما بنشتكن الولاد ما بيشربوش اللبن اعمل لهم المشروبات دي حلوة جدا ومغزية جدا والبن طبعا بورلند خلاص ونضرب كل ده اهو تمام جدا تمام جدا ايسا وطا وطا ماشي خلاص كده هوا هيبقى تقيل بصوا قوامه هوا نزل شايفين التلج عامل فيه ايه ماشي اهو على ايوه خلاص بعدين بحط شوية لبن صغيرين جدا اهو وبعدين بحط ايه بحط الكريمش عندي دي اللي عندنا دازم ده بعد خلاص انتو عارفين انا بحب استقديمه لايمن في الوصفات دي اهو وابسوا ما بيفتكروا ان احنا يعني متكلفين نفسنا قوي في الاخر هي الحاجة بسيطة قوي قوي طبعا عايزين تقللوا شوكولاتة وتكتروا اللبن انتو حرين اهو ماشي انا محطتش خلوا بالكو انا محطتش هنا سكر ليه؟ لان انا حطت سو الشوكولاتة تحت انتو ممكن تستخدموا ايه بقى؟ ممكن تستخدموا اللي هو الكاكاو المحلة ماشي؟ ولو مش عايزين الكاكاو المحلة ممكن تستخدموا كاكاو خام وصو الشوكولاتة هو اللي بيه تمام خلاص كده ده اسهل اسهل مناسبة النهار ده الحلقة سهلة سهلة فا ايه كان لازم المشروب يكون اسهل من اللي فتل وانا ده اللي قالت هالكا نمسح بقى كده عشان دي بقى كدونية جميلة مش هشيله حاضر خلاص فاضل لنا هنا الكاكا تعالوا نشوفها يعني خلاص يقربت على سوى احنا قدامنا نبدأ ايه؟ يا راجل سبني شوية يا عم بحوزنبل اليوم خالص بسو هي ايه؟ لا هي لسته بسو انا ممكن اجازة في قلبها بس هي لسته لا لسته بس هي رحتها حلوة جدا 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 رحتها حلوة قوي احنا نقول احنا عملنا ايه؟ ونكمل ايه؟ تغطية كده ونشوف هي هتبقى معانا ايه؟ احنا في الاول في الاخر هنحط عليها سوس كرامل خلاص اهو عندي جاهز طبعا انتعارفين الموز بيحب قوي الكرامل بالنسبة ان احنا مكرملين شوية سكر وعملين عليه الموز فانتو كمان ممكن انو عندوكو سوس كرامل تكملوه لو ما عندوكوش لو ما عندوكوش السوس كرامل فا ايه؟ شوية زبدة كده بعد ما تقلبوها روحوا امسحوا الشحب تبقى بتلمع معاكو حلوة جدا خلاص هي كده تعارفين هي ما فيهاش حاجة يعني هتاخد تسويتها ويبقى خلاص على كده طبعا على نار هدية تمام؟ خلاص جدا انا نهاردة عملت ايه؟ انا عملت منقيش بالزعتر انتو شفتو قد ايه العجينة نكحة وسهلة وبسيطة ومنفوخة وطلعت معينا انتو شفتو قد ايه هي كانت بسيطة انا مش هتكلم انتو شفتو قد ايه كانت بسيطة عملنا كمان كيكة الطاصة بالموز او كيك الموز في الطاصة بطريقة سهلة جدا هو حاجة اشبه بالبان كيك ومقدير اشبه بالبان كيك وكمان بنحط لها بس موز ونكرمل السكر كده في الاول وعملنا مشروب الكاكاو السائع حاجة كده وانتو بتشربوه تغلبوه بقى هتلاقوا الكريم الكريم شانسي ده نزل شوية كده والدانة كمان تسكرة حلوة هنا اعتمدت على الحلو السكر بتاع اعتمدت عليه هنا من سوس الشوكولاتة لها حطها في الاول انتو بقى بتقلبوها مش عايزة بس بقوز ايه المنظر بس كده وتقدموه وخلاص والكيكة هنا كان نفسي ايه اقولكو في الاخر يعني ان هي بس الوقت ما ازعفناش استنو كده هنحاول ايه لا لو اتقلبت معي مش هتبقى حلو انا بصوا هقولكو بقى احنا بنعمل ايه بنقلبها وزي ما قلتلكم بنخط عليها لانها لازم كمان بس ما تمسك نفسها نديها ايه لون كمان من الناحية التانية خلاص او نغطيها لحد خلاص ما كلها تستوي بس كده بس المهم كل ده على نار هادية ونغطيها علشان تستوي من فوق وتستوي من تحت متبقاش محروقة من تحت ومش مستوي من فوق وحلقتنا خلصت يا حبيبي كالعادة بسرعة بحب دايما اخلي الحلقة فيها حاجات كتير وقتكو ما يدعش ابدا فيا رب تكونوا ببساطة معي النهاردة وهشوفكم بكرا ان شاء الله على خير في نفسنا عدنا من واحدة الاثنين على قناة تين سي في وكل يوم اكلها مع فيبيان استنوني تبحشوني باي باي اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة